موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبذ برعاية كوكدور وترشحات أفلام للمشاهدة السينمائية والمنزلية في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2018 الأسبوع اللي فات كان فيه جوائز مقدمة من كوكدور في شكل خصم على وجبتكم وفيه 25 من اللي سابوا تعليقات على الحلقة كسبوا معنا بالفعل وزي ما وعدت الأسبوع اللي فات كان مجرد تسخين والأسبوع ده الموضوع أكبر المرة دي حيبقى معنا 20 فايز حيفوزوا معنا بتخفيض 50 جنيه على وجبة من كوكدور وتخفيض كمان 50 جنيه على تذكرة السينما لما تحجزوها من على موقع السينما.com والتخفيض ده من غير تعقيدات يعني لو حضراتكم طلبتوا وجبة بأقل من 50 جنيه يبقى مبروك الوجبة كلها علينا ولو زي حالاتي وبتحبوا حفلة الساعة 10 الصبح في السينما والتذكرة كلها كانت ب50 جنيه يبقى مبروك تذكرة السينما كلها علينا والمرة دي الفايزين مش حيتم اختيارهم من التعليقات ولكن حيتم اختيارهم بناء على توقعهم للتقييم الصحيح من فيلم جامد لفيلم في الدسكريبشن حتلاقوا لينك الفورم تقدروا من خلالها تتوقعوا تقييم الفيلم حيكون كام وحلقة مراجعة الفيلم حتتنشر بكرة بالليل ان شاء الله ومعها الفورم مش هتبقى متاحة والسبت ان شاء الله حيتم مرسلة الفايزين على عنوان الايميل اللي حيسيبوه في الفورمة عشان نوصلهم الفاوتشر بتاع الوجبة والفاوتشر بتاع التذكرة لو اصحاب التوقع الصحيح اقل من 20 يبقى كلهم هيكسبوا معنا لو كانوا اكتر من 20 يبقى حيتم اختيار 20 فائز بشكل عشوائي ايه رأيكم لعبة وجوائز ووجبة وتذكرة وحاجة اخر حلاوة هي واعذروني لو في البداية كان فيه شوية مشاكل اي حاجة في الدنيا في بدايتها بيبقى فيه شوية تعائدات وبمساعدتكم وتفهمكم حنقدر نتحسن ونستمر معلش مقدمة طويلة شوية بس عشان كنت اعرف اشرح الموضوع بالكامل وخلونا نخش في الترشحات المرة دي في ترشحات السنة ما عندنا فيلمين بس فيلمين مهمين جدا واولهم هو الفيلم اللي مستنين ويتعرض من اول الشهر بوهيمين رابسدي بوهيمين رابسدي بيحكي قصة الفريق الغنائي القسطوري كوين وقائدهم القسطوري برضو فريدي ميركري الفيلم ده من اكتر الافلام اللي انا كنت مستنيها من اول السنة ورغم ان فيه حاجات كتير في التريلر احبطتني ورغم ان الاستقبال النقدي خجول شوية ولكن مليش دعوة دي كوين وده رامي مالك ولو كل اللي حيعملوه في الفيلم ده هو انهم حيشغلوا الاغاني ورابع ده فانا راشق الترشيح التاني حيروح للجزء التاني في سلسلة فانتاستيك بيست وهي السلسلة اللي بتدور في الزمن الماضي داخل عالم هاري بوتر وهو فيلم فانتاستيك بيستس The Crimes of Grindelwald ردود الافعال على الجزء الاول كانت متفوتة وانا شخصيا عجبني لاسباب يمكن تكون غير اللي الفيلم كان مهتم بيها اصلا يكفي اني اقولكم ان اول ما تم الاعلان عن الفيلم جريت عشان اتأكد من معلومة واحدة بس وهي ان جيكوب كوالست وكويني جولدستاين موجودين في الفيلم والحمد لله طلعوا موجودين فانا عن نفسي سخنان اه والفيلم فيه كمان جوني ديب وفيه جود لو عامل دور دمبلدور وهو صغير بس دي حاجات مش مهمة المهم هو جيكوب وكويني يا جماعة وعشان ترتيب المراجعات يبقى واضح من دلوقتي بكرا ان شاء الله الجمعة بالليل مراجعة Outlaw King Bohemian Rhapsody يوم الثلاث Fantastic Beasts يوم الجمعة اللي بعده ومسابقة الاسبوع القادم حتكون عليه فركزوا وانتوا بتتفرجوا بقى ترشحنا المنزل الاول حيكون للفيلم اللي عليه المسابقة واللي عليه المراجعة القادمة ان شاء الله وهو فيلم Outlaw King الفيلم من احدث اصدارات نتفلكس وهو من بطولة كريس باين ومن اخراج ديفيد مكينزي في تاني تعاون ليهم بعد Hell or High Water واللي متابعين فيلم جامد من زمان عارفين ليه Hell or High Water موضوع مهم شوية بالنسبة ليه الفيلم بيحقي قصة روبرت ذابروس وكفاحه من اجل استقلال سكوتلندا شخصية روبرت ذابروس كانت موجودة فيلم بريف هارت على فكرة ورغم اختلاف الرؤية التاريخية ولكن الاحداث مربطة مع بعض ومش عاوزت دي انطباعات لرأيي بقى عشان المسابقة تسخن اكتر بس هو بكل تأكيد فيلم مهم ويستحق المشاهدة لما افتكرت فيلم بريف هارت بقى بمناسبة Outlooking افتكرت معاه فيلم تاني اتظلم ظلم كبير جدا لمجرد انه كان بيتعرض مع بريف هارت في نفس الوقت وهو فيلم روب روي روب روي احداثه بتدور في سكوتلندا برضو وليه علاقة بالتمرد والحاجات دي برضو فطبعا بريف هارت اكل الجو منه تماما ولكن الفيلم ده نطاقه اديق بكتير ولو تصدقوني حجم الدراما اللي فيه اعمق واعنف بدون اي تقليل من القيمة الملحمية لبريف هارت طبعا الفيلم من بطولة ليام نيسن وجيسيكا لانج وفيه دور شرير عمله تيم روث حقيقي ممكن يكون اكتر شرير انا كرهته في حياتي من روع التكسيده نرجع لاحدث اصدارات نتفلكس وفيلم مهم جدا اتعرض في المسابقة الرسمية المهرجان فينس وهو فيلم 22 جولاي الفيلم بيحكي عن هجوم ارهابي حصل في النرويج سنة 2011 والاثار المترتبة عليه بالنسبة لضحاياه مخرج الفيلم هو بول جرينغراس اللي قدم قبل كده كابتن فيليبس بالاضافة لفيلمين في سلسلة جيسون بور وهو مخرج متمكن جدا جدا في عكس الزوايا الدرامية للصراعات المسلحة والعسكرية دايما بحب اقول عليه مخرج درامي بخلفية عسكرية الاستقبال النقدي للفيلم جيد ومسجل 79% على روتن توميتوز وشايف انه حدث مهم ورائع جدا ان فيلم ينافس في مهرجان فينس في سبتمبر ونشوفه في التلفزيون بعدها بشهرين اوه فيلمين من انتاج السنة دي عشان الناس اللي بتتدايق لما برشح افلام قديمة شوية ترشحنا الرابع لفيلم من انتاج سنة 1992 وهو فيلم The Player The Player ده مش ترشيحي انا على فكرة ده مساهمة من الصديق مساهمة من احد الاصدقاء في التعليقات يعني الفيلم ده قد يكون افضل ما تم صنعه عن كواليس صناعة السينما وتركيبة الادوار في شركات الانتاج الفيلم من بطولة تيم روبينز عشان الناس اللي بتقول ان هو عمل شاوشانك ريدمشن وبس ومن اخراج العظيم روبرت ألتمان وهو فيلم كوميدي درامي وفني في كتير من احداثه فاخدوا بالكم عشان ما هواش فيلم مباشر قوي في الترشيح المنزلي الاخير نفضل مع المخرج الكبير روبرت ألتمان وفيلمه المفضل عندي أنا شخصيا وهو فيلم ماش من انتاج سنة 1970 أفلام جديدة جديدة يعني ماش ممكن يكون من أكتر الأفلام مصخرة في تاريخ السينما ولكنها مش مصخرة في الهوى لأنه في سنة 1971 اترشح لخمس جوائز أوسكر وفاز بجائزة أفضل سيناريو مقتبس أحداث الفيلم بتدور عن كنين دكاترة في المستشفى الميداني في حرب كوريا ولجؤهم للضحك والسخرية والمقالب عشان يقدروا يعدوا فترة تجندهم حقيقي اللي ما شافش ماش فيتوا كتير جدا ياريت تتفرجوا علي يا جماعة عشان الأفلام اللي زي دي ممكن تشرح لحضراتكم أنا ليه صعب علي جدا أني أضحك في الأفلام الكوميديا بتاعتنا بتوعيو من دول ده كده كل اللي عندي الأسبوع ده أتمنى أن الترشيحات تنال إعجاب حضراتكم وياريت تقولولي على أفلامكم المفضلة الأقل شهرة في التعليقات عشان تدوني أفكار للحلقات اللي جاية آه ومتنسوش تشتركوا في المسابقة اللينك في الدسكريبشن وحيفضل شغال لمدة 24 ساعة فقط ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي